هنروح للشأن الليبي دايماً بتبقى عنينا برضو على الأزمة الليبية ودايماً بنقرر وبنقول بطبيعة الحال هو أمن قومي عربي وأمن قومي مصري وشفنا وجهة نظر الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي والاجتماعات المتتالية اللي حصلت هنا في القاهرة والخطوط الحمراء اللي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضاً طبعاً لإتدخلات من قبل دول دول إحنا عارفنا طبعاً بالاسم وإزاي هي طمعنا في المياه الاقتصادية وفي سرواتنا وسروات الشعب الليبي فبالتالي كان الوقوف قدام هذه الأطماع ده واجب وفي الفعل ده تم على الأرض لكن يتبقى زي ما قال الرئيس الحل السياسي خطوات بقى سياسية وتشرعية علشان المصر ده هو اللي يكون الأصلح والأنسب للحفاظ على الدولة الليبية والحفاظ على الشعب الليبي ضد طبعاً التفرقة والتقسيم والحاجات اللي هم عايزين يعملوها على كل الأحوال آخر تطورات فيما تعلق بالمشهد الليبي أنه كان فيه اجتماع لممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة اللي جاية خلال الفترة من 11 ل 13 أكتوبر 2020 بالصدافة من الدولة المصرية وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية ويبتدوا على طول فيه ترتيبات المرحلة الدائمة وحصل فيه عدد من المناقشات القانونية بخصوص إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وتم الطرح على طاولة المفاوضات عدد من الأراء والمقترحات يعني أهم حاجة العصف الفكر ده مهم بس مهم نكون متفقين في النهاية على المصار السياسي على الإسراء ما نفضلش في المرحلة الانتقالية يبقى فيه دستور يبقى فيه خطوات متوازية لها علاقة باستقرار المشهد في ليبيا في نهاية الأمر الطرفين قالوا إنه كان فيه مرونة في الحوار واتفقوا على الاستمرار في المناقشات وأبدوا رغبتهم كمان إن يبقى فيه جولة مقبلة تحصل في مصر إن شاء الله لاستكمال المناقشات اللي سموها إنها مناقشات بناءة حوالين الترتيبات الدستورية وعلشان كمان مجلس النواب الليبي بدوره يعمل حوار مجتمعي علشان يكون فيه توافقات تتم فيه الدولة الليبية تتم في ليبيا علشان يعني ينجحوا في هذا المصار الدستوري إن شاء الله كل الأمل وكل أملنا بالتوفيق طبعا لأشقاءنا فيه ليبيا واستقرار الوضع عندهم على الأرض بإذن الله